حكومة السودانية تضع قدم على مسار مفاوضات جينيف المرتقبة وتعلن إرسال وفد إلى جدة للتشاور مع الأمريكيين بشأن المشاركة حكومة السودان رهنت قرار المشاركة في مفاوضات جينيف من عقاد اللقاء الثنائي مع الأمريكيين في جدة وما يترتب عليه من تفاهمات بين الجانبين وكانت واشنطن قد وجهت دعوة للحكومة السودانية لحضور المفاوضات في سويسرا في الرابع عشر من أغسطس وذلك لبحث إنهاء الحرب في السودان اتزاما هذا التحرك مع تصريحات حملت في أبعادها تهديدا مباشرا للأطراف الماضية في استمرار الحرب وارتكاب مجازر جاءت على لسان مسؤولين أمريكيين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أعرب خلال اتصال هاتفي مع الفريق عبد الفتاح البرهان عن غضب واشنطن من مماطلة الجيش وضرورة حثيه على حضور محادثات جينيف وفسر الاتصال على أنه إشارة تفيد باتجاه إدارة بايدن إلى إنجاح جولة جينيف الجديدة وتفويت الفرصة على محاولات إفشالهم من قبل جناح في الجيش يرفض الحلول السياسية والسلمية وحول الأجندة التي يمكن أن تطرح في اللقاء الثنائي التمهيدي في جدة رجحت المصادر السودانية أن تطلب الخرطوم من الجانب الأمريكي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول التي يتهمها بدعم قوات الدعم السريع المطالب السودانية قد تشمل أيضا الضغط على قوات الدعم السريع لإرغامها على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية لمنع تمددها في أراضي جديدة ومن ضمن الأجندة الأخرى التي ستكون حاضرة بقوة خلال اللقاء السوداني الأمريكي مستقبل قوات الدعم السريع في المشهد السياسي المصادر توقعت حدوث بعض التغيير في المواقع الزمنية لمحادثات جينيف خصوصا إذا تزامنت مع عقد اللقاء الثنائي في جدة